هنأ البابا توادروس الثاني بابا الأسكندرية باترياركا الكرازة المنقصية جموع الأقباط بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر وأشار البابا توادروس خلال كلمة مصورة له نشرتها الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى اهتمام الدولة في الأوينة الأخيرة بمصاري رحلة العائلة المقدسة مضيفا أن العائلة المقدسة خلال رحلتها إلى مصر لم تستقر في مكان واحد ولكنها باركت ربوع مصر ترجمة نانسي قنقر